بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين ووفق الله شيخنا ويسرأنا وجعلنا من طلبة العلم العاملين قال الشيخ الإمام وفق الدين بن قدامة في كتابه عمدة الفقه باب المطر ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد خامر البطن أي خامسه فمن اضطره الجوع أو فمن ألجأته حالة الجوع إلى حالة الضرورة واضح؟ طيب قال فمن اضطر في مخمصة الآن عندنا مسألتان لابد أننا ننبه عليها وهي اضطرته المخمصة تضره اضطرته إلى ماذا؟ إلى أن يستبيح شيء فلابد أننا نتكلم عن ما هو الشيء المستباح ما هو الشيء المستباح ثم هذا الشيء المستباح بأي سبب يستباح ما هو الذي يستباح بسبب وجود الضرورة وما هو السبب الذي تحققه الضرورة كي يستباح هذا الشيء واضح لهنا؟ طيب عندنا مسألة واحدة يذكرها الحافظ بن حاجر رحمة الله عليه وهي وقت الضرورة وقت الضرورة قلنا الضرورة أو الاضطرار هو أن تلجأه إلى أن يخاف فوت نفس أو فوت عضو وحتى نقرب الصورة الميتة محرمة بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين وفي القرآن قال الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه طيب محرمة في حالة الاختيار جائزة في حالة الاضطرار هذا الجواز الذي هو في حالة الاضطرار متى يوجد؟ متى يوجد؟ عندنا مذهبان عند الفقهاء الذي عليه الجمهور هو أنه إذا بدأ معه إذا بدأت معه الضرورة أو بدأ معه الجوع وألجأه إلى هذه الحالة جاز له أن يقتحم هذا المحرم ويأكل يقول الحافظ بن حجر وذهب بعض الفقهاء إلى أنه ينتظر بالضرورة ثلاثة أيام ينتظر بالضرورة ثلاثة أيام ثم يقول وقال الشيخ ابن أبي جمرى رحمة الله عليه وسبق أن نبهنا على هذا الشيخ في كثير من الدروس قال والعلة في الثلاث أن الله سبحانه وتعالى لما حرم الخبائث وعلى رأسها الميتة حرمت لوجود مادة سمية فيها لأنه أحلنا الطيبات وشرع الله قائم على الحكمة فلا يحرم إلا ما كان فيه ضرر ففي الشيء المستخبث كالميتة يوجد فيها إيش مادة سمية قال ومن حكمة الله أن هذه المادة السمية لو تناولها الإنسان يضر بنفسه وقد تصل به إلى الهلك ولكن لما أباحها الله في حالة الإضطرار وحالة الإضطرار تتبت بعد ثلاث لأن الجسم جسم الإنسان إذا بلغ به الجوع إلى مدة ثلاثة أيام أفرز مادة سمية هي قاضية على المادة الأخرى وهذا شيء مجرب حتى قال الحافظ بن حجر قال وهذا تقسيم لطيف بديع جدا إذا تبتت به لأن هذا مبني على التجربة وهذا واقع فإنك تجد الإنسان لو أكل الميتة وخاصة عيدا بالله إذا كانت تعفنت وصار بها شيء تضر الإنسان ولكن إذا ألجأته الضرورة بأنه لم يجد عنها بد ودخل في المخمصة وتتحقق بهذه الثلاثة التي قالها الإمام فإن الجسم يكون مهيئ إلى أنه يستفيد من هذه وعلى وجود المادة السمية فيها واضح؟ طيب قال المصنف فإن ألجأته الضرورة أو من نزلت به أو من اضطر في مخمصة أعيد الجملة الأولى بس ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فمن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما نذكر شروط نص عليها الفقهاء في هذه المسألة يقول الإمام الماوردي رحمة الله عليه وهو من السادة الشافعية وهو فقيه رحمه الله تعالى يقول من تتبع نصوص الشرعي وجد أن هناك أربعة شروط في هذا الباب الشرط الأول وهو أن تلجأه الضرورة إلى حالة الإضطرار وهي التي بيناها وأن لا يجد وأن لا يجد ما يتناوله كحشيش الأرض وما يسد رمقه من الشيء الذي قد ينفع ولا يضر والثالث أن لا يجد مالا يشتري به ما يسد أو يدفع رمقه والشرط الرابع هو أن لا يكون في حالته هذه عاصياً لأن المعاصي لا تستباح بالضرورات واضح الأربعة شروط؟ أبقوها معكم ونفصلها وننزلها على ما قاله المصنف طيب ذكرنا حالة الإضطرار وذكرنا وقت الإضطرار بقي لنا ماذا؟ بقي لنا الأمر المستباح سبب الاستباحة وبقي لنا الأمر المستباح الأمر المستباح قاله المصنف في قوله استباحة فلم يجد إلا محرما إلا محرما إلا محرما فهنا إلا استثناء محرم أي يدخل في هذا كل المحرمات التي سبق وأن ذكرناها لك كل المحرمات التي سبقت وذكرت في ذلك المحرمات التي سبقت وذكرناها هي على قسمين محرمات لله ومحرمات للعبد فأما محرمات العبد فهو ماله فإنما للعبد مصان ويحرب الانتفاع أو الاقتراب منه إلا بإذن صاحبه واضح ومحرمات الله هي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ونص عليها في كتابه وسبق أن بيّنها واضح فإذن المحرمات هنا عامة لكل شيء في هذا الباب واضح طيب هذا الشيء المستباح وهو المحرم نأتي إلى سبب الاستباحة سبب الاستباحة يقول ابن رشد رحمة الله عليه إن سبب استباحة المحرم على قسمين إما لدفع جوع أو لجلب دواء إما لدفع جوع وإما لجلب دواء فإذن سبب اقتحام المحرم بالضرورة في هذين السببين الغداء الذي هو المخمسة وقاله المصنف والثاني هو إيش؟ الدواء لأن المرض مهلك كالجوع مهلك واضح فإذن أنحصرت المخمسة أو سبب اقتحام المحرم في هذين الأمرين والمصنف رحمه الله ذكرهما كذلك واضح إلى الآن؟ إذن عرفنا الإضطرار وذكرنا ما هو الشيء الذي يستباح وما هو سبب الاستباحة؟ وذكرنا وقت الاستباحة يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا في التصور المنطقي ماذا بقي الشيء الذي لم نذكره؟ القدر القدر هذا يدخل في المحرم والمدة تكلمنا على الوقت قلنا المحرمة أعيد الجملة ودققوا مع كلام المصنف فيها ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما اضطر في مخمصة ولم يجد إلا محرما ماذا؟ اقرأ فله أن يأكل منه ما يسد رمق فله أن يأكل الله يفتح لك هو شكم هذا الاقتحام واضح؟ وشكم الاقتحام اختلف فيه الفقهاء على قولين وهما روايتان في مذهب السادة الحنابلة اختلف العلماء إذا وصل بالإنسان الحالة أو النازلة إلى حالة الاضطرار هل يجب عليه أن يقتحم وهو القول الأول أو أنه مباح له أن يقتحم الذي عليه جمهور الفقهاء وهي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة على أن الاقتحام هنا واجب حتى نص الفقهاء على أنه إن تركه فما تدخل النار كما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه على غير واحد من التابعين من وصل إلى المخمصة ولم يأكل وما تدخل النار وذهب طائفا من الفقهاء وهي رواية اختارها كثير من أصحاب الإمام أحمد على أن الاقتحام مباح على أن الاقتحام مباح لماذا؟ لأن المحرم المحرم تابتت حرمته وإقتحامه يكون من باب إيش لا الضرورة هي التي تلجي لكن حكمه ماذا؟ إزالة اقتحام المحرم هنا لأن الآن عندك محرم وأباح لك الشرع أن تقتحمه فيكون من باب إيش يكون من باب هذا رخصة لأن المحرم أنتم لابد دائما تستصحبون الحكم الوضعي والحكم إيش والحكم التكليفي في علم الأصول الحكم التكليفي اللي هو الحرمة الإباحة التحريم الكرهة الحكم الوضعي هو الذي يتسبب في ذلك الصلاة واجبة إذا زالت الشمس وجبت الصلاة فلولا هذا الذي هو الشرط والشرط من الأحكام الوضعية فالآن الضرورة الضرورة الآن هي حكم متى تتنزل هي في الاقتحام المحرم يكون من باب إيش من باب تعاطي الرخصة وتعاطي الرخص لا يجب بل هو في حكم إيش في حكم الإباحة لأن الآخر من باب العزيمة فقالوا إذا كانت رخصة دل على أن تعاطيها لا يجب فإذا امتنع الإنسان لأن هذا محرم عليه فيكون من باب أنه لا حرج عليه والصحيح ما اعتمده المصنف وهو القول الأول على أن الله سبحانه وتعالى قد نص في الكتاب على أن هذه المحرمات إذا ألجأ الإنسان فيها إلى الطرورة فإنه لا حرج عليه في أن يتعاطى ذلك وقال الله سبحانه وتعالى وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة واضح؟ طيب اقرأ الآن وَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخْمَاصَةٍ فَلَمْ يَجِدْ إِلَّا مُحَرَّمًا فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مَا يَسُدُّ رَمَقًا نأتي الآن إلى المسألة التي هو بما أنه قد أبيح لك وأخذت بالرخصة كيف أو إلى أي حد تقدر هذه الرخصة نحن قلنا السبب قسمين طلب غداء وطلب إيش؟ وطلب دواء والمستباح هو إيش؟ هو المحرم والمحرم هذا ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين محرم لله ومحرم إيش؟ للبشر المحرم لله هذا الذي سبق أن بينا المحرمات يقول العلماء إن اقتحامه يكون على أربعة مراحل اقتحامه يكون على أربعة مراحل مرحلة التناول منه بحد سد الرمق وهو دفع المخمصة ودفع الموت سد الرمق المرحلة الثانية هي مرحلة أن يزيد عليها فيصل إلى الشبع والمرحلة الثالثة أن يزيد أكثر من الشبع إلى درجة التفكه وهو الأزيد من الشبع والمرحلة الرابعة أن يتزود ويأخذ معه واضح؟ عندنا أربعة مراحل في اقتحام هذا المحرم يقول الموفق ونقل ذلك عن الإمام ابن المندر رحمة الله عليه أنه قال هذه المراحل الأربعة اتفق الفقهاء على قسمين منها واختلف في قسمين اتفقوا على قسمين واختلفوا في قسمين فأما الشيء المتفق عليه فهو المرحلة الأولى فقد أجمعت الأمة على أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة المخمصة جاز له أن يتناول ما يسد رمقه من المحرمات مطلقاً أن يتناول إيش؟ ما يسد رمقه الشبع ومرحلة التزود هنا اختلف الفقهاء عندنا مذهب مشدد وعندنا مذهب متساهل فأما المذهب المتشدد في هذه المسألة فهم مذهب السادة الحنفية رحمة الله عليهم وتابعهم على ذلك الشافعية في أصح الأوجه ورواية عند الحنابلة فإذا عندنا السادة الحنفية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز له أن يشبع ولا يجوز له أن يتزود واضح؟ لا يجوز له أن يشبع ولا يجوز له أن يتزود مذهب الحنفية قولاً واحداً أما الشافعية قولاً الصحيح منه وهو هذا الحنابلة أما الشبع فأصح الروايات لا يجوز له أن يشبع وأصح الروايات يجوز له أن يتزود واضح؟ نبيل الآن المذهب الذي عليه المصنف يجوز له أن يتعاطى ما يسد الرمق يحرم عليه مرحلة فوق الشبع يحرم عليه الشبع يجوز له أن يتزود واضح؟ هذا المذهب أو القول الأول عند الفقهاء يأتينا المذهب إيش؟ المذهب المتساهل وهو مذهب السادة المالكية وقد نص الإمام مالك عليه رحمة الله عليه في الموطأ على هذا قال ومن اضطر إلى الميت فإنه يأكل ويشبع ويتزود منها فالمالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه يجوز له أن يشبع ويجوز له أن يتزود يقول الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسيره وسبب الخلاف بين القولين في تفسير قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد أي من جأتها الضرورة إلى ذلك لا إثم عليه لكن بإيش؟ بشرطين عدم العدوان وعدم البغي ما معنى عدم العدوان وما معنى عدم البغي؟ قول السادة الحنفية يقول فمن اضطر غير باغ والبغي هو الزيادة هو الزيادة أي فمن اضطر فأكل غير زائد وباغ في الأكل ولا عاد أي معتد أكثر مما أبيح له فصفة العدوان وصفة البغي راجعتان إلى الأكل إلى الكمية طعام أو إلى صفة الأكل واضح؟ أما المالكية فهم يفسرون قول الله سبحانه وتعالى فمن اضطر غير باغ من البغي والبغي وهو الخروج على السلطان ولهذا الله سبحانه وتعالى قال فإن بغت إحداهما على الأخرى وعاد وهو قاطع الطريق الذي يعد على المسلمين فنرجع إلى أي شرط؟ نرجع إلى أي شرط؟ الشرط الرابع الذي ذكره الإمام الماوردي وقال ويشترط في إباحة هذه الرخصة ألا يكون عاصيا بسفره واضح؟ فهنا تأتينا مسألة الإنسان الباغي قاطع الطريق إذا وصلت به المخمصة وعنده ميتة يأكل أم لا؟ لا يأكل على مذهب المالكية لا يأكل أما على مذهب السادة الحنفية يأكل لهذا السادة الحنفية لا يشترطون في تعاطي الرخص عدم المعصية أما الجمهور الفقهاء فإنهم يشترطون في شرط إباحة الرخصة عدم المعصية في الصفر لأن الله سبحانه وتعالى اشترطها من غير بغي ولا عدوان واضح؟ وكل القولين وارد في التفسير كما يقول الإمام القرطبي وحمل اللفظ عليه ما صحيح فالمسألة إيش؟ المسألة باقية على هذا فلو جمع بين القولين لم يكن الأمر إيش ببعيد يقول الإمام أبو بكر بن العربي في تفسيره قال إذا كانت المخمصة عامة أي الجوع أو النازل عامة قال لا يستبعد بأن يباح الشبع والتزود لأن الضرورة عامة وأما إذا كانت الضرورة نازلة الضرورة إيش؟ الضرورة نازلة فإنها الاقتصار على سد الرمق أولى وهذا الاختيار سبحان الله اختاره الموفق رحمة الله عليه في كتابه المغني فقال إن كانت النازلة عامة بحيث أنه لو ما شبع الآن وذهب في صفره أو بقي مدة سيحتاج إلى أن يأكل واضح؟ فإلا إذا كانت النازلة عامة أخذنا بقول من يقول جاز له الشبع أما إذا كانت النازلة خاصة ويمكن أن ترفع إذا ذهب أو انتقل إلى مكان آخر فيقال بعدم الشبع أو لا واضح؟ طيب اقرأ ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه طيب أكل من المختلف فيه الآن لحسن ضقة ترتيب المصنف تكلم لك على إذا نزلت النازلة وللشخص محرم والآن إذا نزلت النازلة وله إيش وعنده محرمان فالأولى في حالة الانفراد بالمحرم جاز اقتحامه وأما الحالة الثانية إذا عندك عدة أصناف محرمة فأيها التي تقتحمها أولى من الأخرى واضح الترتيب أعيد الجملة وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه طيب المتفق عليه والمختلف فيه مما سبق ذكره من الأطعمة وإلى غير ذلك فالمتفق عليه مقدم على المختلف فيه مثلا اختلفوا في التمساح المختلف في الأكل وفي الترك أين محرمات المتفق عليه مقدم في تركه على غيره واضح فمثلا التمساح قلنا يختلف فيه العلماء فيجيزه بعضهم ويحرمه البعض وعندنا الميتة متفق عليها فإذا وجد هادين قدم إيش قدم المختلف فيه وتناوله واختحمه على المتفق عليه لأن الخلاف هو نوع رخصة ونوع توسيع واضح وهذا قاعدة مضطردة عندنا في الشرع نحن قلنا المحرمات على كم قسم محرم لله ومحرم للبشر المحرم لله هو ما حرم استقلالا كقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وإلى غير ذلك وقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذيناب من السبع وكل ذي مخلب من الطير نضيف عليها حالة واحدة من التحريم وهو حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم وهو في حالة الإحرام قد نص الشرع على تحريم خاص فإذا المحرمات عندنا كم ثلاث محرمات لله محرمات على المحرم ومحرمات محرمات للعبد وهي ماله لأن مال العبد لا يجوز للإنسان أغني قسحمه والحديث وإن كان مشهور على الفقهاء ومعنىه صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال مرء مسلم إلا بطيب نفس منه المصنف هنا ذكر صورة واحدة من الأنواع وقال إذا وجد محرم متفق عليه ومختلف عليه ارتكب الأخف وهو المختلف دفعا للمتفق عليه ثم قال فإن لم يجد إلا طعام غيره به مثل ضرورته لم يبحله أخذه فإن لم يجد إلا طعاما لغيره وهنا محرم لكن محرم من باب ماذا من باب أنه مال الغير مال الغير فمن وجد طعاما لغيره طعام الغير محرم ولكن هذا الغير كذلك به ضرورة مثل ضرورة المحتاج فمن أولى فمن أولى به صاحبه أولى به وهذه واضح لأن هذا في حالة ضرورة وهذا في حالة ضرورة إلا أن هذا زاد عليه بالملك فهو أولى به طيب واصل فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثماني لم يبح له أخذه لأن صاحبه أولى به طيب إذا كان صاحبه مستغنيا عنه فما هو الحكم وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثماني أخذ منه بثماني لأن مال المسلم لا ينتقل بغير عوض بل ينتقل بعوض فيدفع مثل ما نرجع إلى الشرط إلى الشرط الثالث الذي ذكره الماوردي وهو ألا يجد مالا يشتري به طيب وإذا عنده ثمن وما أرد أن يبيع ما أرد أن يبيع لا هذه هو مرحلة ضرورة هي مترتبة عليها وإذا ما أرد أن يبيع ما أرد الآخر أن يبيع قال هذا الآن هو لا لا هو الآن يرتب عندنا مخمصة ويوجد طعام وله مالكه ومالكه في مخمصة فهو أولى به إذا لم يكن في مخمصة أي ليس محتاجا إليه والطرف الآخر لا يجوز له أن يقتحم مال الغير إن كان يستطيع أن يعاوض عليه فإن استطاع أن يعاوض عليه وجب عليه أن يدفع ثمنه ويأخذه طيب المرحلة الثالثة وهي فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر فإن منعه بذلك أخذه قهرا لأن حرمة المال مع حرمة النفس فتقدم حرمة النفس في ذلك فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان فيه هذه مسألة متفق عليها بين الفقهاء في هذا الترتيب اتفق العلماء على أنه من كان في مخمصة ومال وعند غيره مال وهو ليس مضطر إليه أنه إن كان وجد الثمن أخذه فإن لم يجد ثمنا طلبه منه ويعوضه فيما بعد فإن رفض قاتله عليه لأنه سيموت والمال أو الطعام هذا غير محتاج إليه الآخر ونزلت منزلة دفع الصائل تعرفون دفع الصائل وهو الذي يهجم على المال أو على النفس قال فإن قتل فهو شهيد وإن قتل الآخر كان دمه هضرا لأنه واقف أمام إزهاق روح وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء في هذا الترتيب واصل ولا يباح التداويب محرم طيب نحن قلنا المحرمات ثلاث صح؟ محرم لله محرم الصيد محرم إيش؟ العبد إذا أردنا أننا نضع القسمة أمامنا رجل محرم وجد ميتة ووجد صيد ووجد مال الغير كيف يرتب أو ماذا يأخذ يعني أقصى شيء أن يجتمعان أن يجتمع الثلاثة وكيف يجتمعون يجتمعون في محرم محرم وجد ميتة ووجد صيد ووجد مال الغير وقد وصل إلى مخمصة الصيد يلا طيب الصيد وإذا ما استطاع الصيد الميتة ولا مال الغير مال الغير أنتم بس ما شاء الله الفقهاء كثير يكاد يتفقون على أن الصيد محرم عليه ويقدم الميتة على ذلك لأن الصيد في حقه إيش؟ في حقه محرم وإذا صاده صار ميت فإذا صاده ارتكب ثلاثة محرمات محرم صيد وميت وقتل يعني الصيد أصلا محرم عليه فإذا قتل صار عليه قتل وصار لأن الآخر صار ميت لأنه غير مذكد كي بصيد محرم والنبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة قيل له إن فلان هو ليس بمحرم ولكنه صاده لنا قال هو حرام عليكم فهو ميتة واضح؟ فالصيد يؤخر وهذا على قول جمهور الفقهاء إلا قول عند السادة الشافعية أنه يقدم على الميتة فالترتيب اتفقوا على أن مال الغير يؤخر لأن أموال الناس أو العباد مبنية على المشاحة واضح؟ وأموال الله مبنية على المسامحة والذي جاء النص في إباحته قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اضطر غير باغ ولا عاد في الميتة فالميتة جاء النص بإيش؟ إذا جاء النص على أنك تقتحمها في حالة الضرورة لكن ما جاء في أموال الله في أموال العباد فإذا اجتمع مال العبد والميتة يقدم إيش؟ يقدم الميتة على ماب العبد وإذا اجتمع الثلاثة يقدم الميتة ثم إذا قلنا الصيد ومال العبد يقدم الصيد لأنك ما زلت في دائرة حكم الله وبعد ذلك يأتي إيش؟ يأتي مال العبد واضح التقسيم هذا؟ طيب هو محرم عليه حرم عليكم الصيد هذا وأنت محرم ابتلا يبتليكم الله بشيء تناله أيديكم ورماحكم فهو في حقه محرم فلو صاده المحرم يحرم عليه أن يأكل حكمه ميتة واضح؟ طيب الآن عندنا مسألة وهي أن المصنف قال تباح كل المحرمات في الضرورة كل المحرمات تباح في الضرورة يبقى لنا حرمة الإنسان وإما أن يكون الغير أو حرمة الإنسان نفسه وهي إذا وصل بالإنسان إلى مرحلة المخمص التي ذكرها المصنف فهل يجوز أن يتناول بعض أعضائه أم لا هذه مسألة والمسألة الثانية إذا وجد ميتة إنسان لأن حرمة الإنسان حي كحرمته حرمته ميت كحرمته حي هل يجوز أن يتناول ذلك أم لا؟ واضح الله المسألة وقع الخلاف بين الفقهاء جماهير أهل العلم وعلى رأسهم السادة الحنفية والمالكية والحنابل قولا واحدا وأصح الروايات في مذهب الشافعية على أنه لا يجوز له أن يأكل أو يتناول بعض أعضائه ولا يجوز له أن يتناول ميتة الإنسان لهذا تجد هنا يقول ويقتحم المحرم كله إلا نفسه ومحرم ولحم غيره من الإنسان وذهب بعض الشافعية واستثنوا أن يتناول الإنسان بعض أعضائه وقاسوها على إذا أصيب بالأكل وأنتم تعرفون عيادا بالله في بعض الأمراض التي تصاب فيضطر إلى أنها تقس حماية للكل فالعلة هو إتلاف الجزء حفاظا على الكل والكل هنا مهدد مهدد فجاز أن يتناول البعض من أجل الكل واضح وهذه انتصر إليها الإمام الجويني رحمة الله عليه يقتحم نفسه هو في نفس الوقت يقتحم إيش يقتحم كذلك يقتحم يقتحم غيره إذا كان ميت أما إذا كان حيا لا يجوز له أن يقتل أن يقتل إنسان لا لكن حرمة المسلم لهذا النهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسر العظام فحرمة الإنسان الميت كحرمته حي يستوي الأحكام فمثل ما لا يجوز مثلا أن تغتابه حي لا يجوز أن تغتابه ميت لا يجوز أن تحرقه حيا لا يجوز أن تحرقه ميت نفس الأحكام لا تتغير واضح؟ نعم للإنسانية أيوة لا هو لا يملك الإنسان نفسه الإنسان لا يملك نفسه لهذا الإنسان لو قال طيب أنا أريد أنني أتلف مالي نقول له لا أنت إذا المبدر لابد أن نحجر عليك فالإنسان لا يملك نفسه ولا يملك إيش ولا يملك بعضه سنأتي إليها واضح الآن مسألة هذا دليل على أن الفقه الذي تكلم عليه الفقهاء لا يكاد تنزل بالمسلمين نازلة إلا ولهم في كلام الفقهاء حل وهذا لسعة الفقه ورحمة الله على فقهائنا فقد ورثونا ثروة هي في نظري أكبر دليل على أن هذا النبي نبي يعني سيدنا رسول الله صلواته ربي وسلامه عليه مؤجزته أحكامه ما ورثنا الفقهاء من أحكام رسول الله والاستنباطات هذه دليل على أنه نبي لأن كل هذه الاجتهاد راجعة إلى إيش راجعة إلى ما قاله رسول الله صلواته ربي وسلامه عليه فلهذا من أراد العلم فعليه بما قاله الفقهاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا خير طالبة لذلك طيب الآن تكلمنا على المسألة أو السبب الأول في الاستباحة وهو إيش الغداء تأتينا مسألة أخرى وهي الدواء قال المصنف ولا يباح التداوي بمحرم طيب في البداية قالك وفي المخمصة جاز له أن يقتحم المحرم في الأكل لأن المخمصة الجوع وأما في باب التداوي قال ولا يباح أن يتداوى بمحرم واضح الله إذن انظروا من الآن كيفية تعامل الفقهاء في الأسباب الآن عندنا الضرورة الإطرار الذي هو خوف تلف نفس أو تلف عضو يكون إما بسبب الغداء نقصه وهو الجوع وإما بسبب مرض واضح طيب المصنف هنا تساهل وقال الأمر في ذلك واسع لما جاء إلى باب الدواء قال ولا يجوز ذلك أعد ما قال المصنف ولا يباح التداوي بمحرم واصل ولا شرب الخمر لمن عطش طيب ولا شرب الخمر لمن عطش هذه المسألة أين ندخلها في إيش في الأكل الله يفتح لك ندخلها إيش في الأكل لأن عطش لهذا نجد المصنفات في مذهب الحنابلة يقولون أجمعوا على أنه جاز له أن يأكل المحرمات في حالة الضرورة إلا المحرمات المفقدة للعقل ويقصدون بها إيش ويقصدون بها الخمر واضح فمن المحرمات التي قلناها تجاز الميتة والكلب والخنزير وإلى غير ذلك ما ذكره إلا إلا الخمر فإنه لا يجوز عندهم إيش للعطش لماذا المصنف أخرجه ولم يذكره هناك لأنه أراد أن يعطيك قاعدة عامة في المباحات وقاعدة عامة في المحرمات فألحقه بباب التداوي واضح إفهموا الآن إفهموا كيف المصنف دهب في التصنيف واضح طيب فإذا تأتينا مسألة وهي مسألة التداوي والمسألة التي ترجع إلى هناك وهي المسكرات أو الخمر بتعبير أدق نأتي إلى مسألة إلى مسألة التداوي بالمحرمات التداوي بالمحرمات اختلف الفقهاء في ذلك على قولين فذهب الحنابلة قولا واحدا وسبقهم إلى ذلك المالكية وقالوا إنه لا يجوز تعاطي شيئا من المحرم في باب الدواء فسد هذا الباب ويعتبر من المداهب المتشددة في ذلك فلا يجوز تعاطي المحرم في الدواء عند السادة المالكية والسادة الحنابلة عندنا في المقابل يأتي أصح الأقوال في الشافعية والمعتمد في الفتوى في مذهب السادة الحنفية على أنه يجوز تعاطي المحرم في باب الدواء يقول ابن رشد رحمة الله عليه وسبب الخلاف فيما بينهم أنها تعارضت النصوص في ذلك فأما المذهب المحرم المحرم نجد أنه يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أيتداوى بالخمر والحديث في مسلم فقال إن الله لم يحرم شيء فجعل فيه دواء لأمته وفي رواية ما جعل في محرم شفاء واضح؟ وهي نصوص صريحة على أنه لا يجتمع الشفاء والتحريم واضح؟ نأتي إلى المذهب المبيح المذهب المبيح يستدلون كذلك بحديث في صحيح مسلم وهو الصحابي الذي أصابه الجرب من هو؟ عبد الرحمن صح؟ عبد الرحمن بن عوف أصابه إيش؟ الجرب فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الحرير تعرفون الحديث في صحيح مسلم فرخص النبي صلى الله عليه وسلم له أن يلبس الحرير لوجود الحكة والحرير محرم وهو نوع دواء هنا السادة الشافعية يذهبون بنا في أحد الأدلة يرجعنا إلى كتاب الطهارة هم يستدلون بقصة العرانيين تذكرون قصة العرانيين فهم لما دخلوا المدينة اجتووا فأصابتهم حمى فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا بإبلي الصدقة فاشربوا من أبوالها وألبانها الألبان ما عندنا فيها حرش لكن الأبوال الأبوال على مذهب الشافعية هو بول والبول نجس فهذا الدليل تجده في كتب السادة الحنفية لكن ما يذكره الأحناف لأن الأحناف عندهم بول ما يؤكل لحمه طاهر لكن الشافعية هو نجس فهو يتكلم على ذليله فقالوا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الشرب الأبوال وهي نجسة فدل على أجواز شرب المحرم لأن النجس محرم في تعاطي الدواء واضح؟ طيب نقول لهم طيب كيف تتعاملون مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم شيء فيجعل فيه شفاء قالوا هذا الحديث محمول على حالة الاختيار محمول على حالة الاختيار فالله سبحانه وتعالى لم يجعل في محرم شفاء قطعا لكن إذا تعين هذا المحرم للدواء فخرجنا من مسألة الدواء ودخلنا في مسألة الاضطرار واضح التوجيه الله سبحانه وتعالى لم يجعل في المحرم إيش في المحرم دواء هذا في حالة الاختيار أما إذا وصلنا أننا دخلنا إلى مرحلة الاضطرار فخرجنا من هذا الحديث ودخلنا في حالة إيش في حالة الاضطرار والله سبحانه وتعالى نقلنا في حالة الاضطرار وبين المصنف وهو الذي قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد وأجيزة الميتة التي هي محرمة في حالة الاضطرار واضح؟ لهذا سؤل النبي صلى الله عليه وسلم لأن سبب القصة أن الرجل قال اجتوق فقيل له وصفت له الخمر هل يشرب؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل يعني في هذا الاختيار لهذا يتشدد السادة الشافعية والحنافية على أنه لم يبقى في الدواء إلا هذا الباب واضح؟ فإذا لم يبقى إلا تعاطي المحرم في هذا الباب فجاز لا من باب الاختيار وإنما هو من باب إيش؟ من باب الاضطرار ولولا هذا القول عند فقهائنا لوقع المسلمون في هذا الأعصر المتقدم في حرج وأول مسألة تقابلنا هو نقل الدم نقل إيش؟ الدم محرم بالاتفاق ولا يجوز الانتفاع به طيب الآن المريض إذا احتاج إلى دم وصابه نزيف ينقل له دم أم لا؟ على قول الحنابلة الملكية لا ينقل له لأن هذا محرم ولم يجعل فيه شفاء ولكن على مذهب الشافعية والحنافية يقال هذا إيش؟ يقال هذا من باب الاضطرار نذكر كان الشيخ عطية رحمة الله عليه يحدثنا لما كنا نصل إلى هذا قال لما طرحت هذه المسألة في أوائل الستينات وهي التداوي بنقل الدم هل يجوز أم لا؟ قال وعرضت على لجنة الإفتاء وكان يرأسها الشيخ بن بازر رحمة الله عليه وكان الشيخ الأمين الشنقيطي كذلك رحمة الله عليه موجود قال فطرحت المسألة فلم يدرى لها دليل لأن الله صبحانه وتعالى حتى في حالة الاضطرار أباح الميت قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال هذا الشيخ عطية رحمة الله عليه يحدثنا قال كل أدلى بدلوه إلا الشيخ الأمين رحمة الله عليه لم يتكلم قال فتوجه إليه الشيخ بن بازر رحمه الله وقال ما تقول يا إمام فقال له وجدت الله في كتابه قد حرم الميتة ونص على أنه إذا اضطر إليها جازت ونص في آية البقرة على أنه حرمت عليكم الميتة والدم فننقل في هذه الآية اللي هي آية المائدة جواز الاضطرار في الميتة إلى الاقتران الذي اقترن به هناك بين الميتة والدم فنعدلها الحكم فاهمتم الدليل؟ وهذا يسميه علماء الأصول بدليل الاقتران وهو دلال ضعيف عند علماء الأصول يعني أن يجمع يعني الله سبحانه وتعالى مثلا قال إذا قال مثلا كلوا واشربوا جمع بين الأكل والشرب ثم وجدنا الأكل في آية أخرى له حكم فنقول هذا الحكم يسري على الشرب لأن الأكل والشرب قد اقترنا في آية واضح؟ فهذا يتسمى دلالة إيش؟ دلالة الاقتران وهي ضعيفة ولكن لجئ إليها لأن الآن لأن الأباب هنا باب إيش؟ باب الطرار فلهذا هذا الباب يوكل إلى الأطباء بأصحاب الخبرة كما ينص على ذلك الشافعية فإن نص على أنه هذا المحرم سبب في الشفاء وقد إن تعدر عدم أخذه قد يقع الإنسان في ضرورة تهلاك لا مانع أن يقع في أخذه ويقوي هذا كما ينص عليه بعض المالكية على أن كل المحرمات التي توصف في الدواء لا تبقى على صفتها واضح؟ فإنها تستهلك واضح؟ فمثلاً عندما يوصف كما يقول الإمام الجوين رحمة الله عليه في المطلب قال الخمر إذا تعينت للدواء لا تكون على أصلها يضاف إليها ماء ويضاف إليها مما ينهكها في صفتها الأصلية واضح؟ فهذا أدعى إلى أنه لا يكون استعمال محرم محض وإنما محرم قد خرج عن صفته المعتادة واضح؟ طيب واصل ولا يباح التداوي بمحرم ولا شرب الخمر لمن عطش ولا شرب الخمر لمن عطش تكلمنا على مسألة الدواء جاءتنا مسألة شرب الخمر لمن عطش طيب الخمر هل يجوز تعاطيها في مسألة المخمصة أم لا؟ خلاف بين الفقهاء السادة الحنبلة والمالكية وقول عند الشافعية قالوا لا يجوز وذهب السادة الحنفية وقول عند الشافعية إلى أنه يجوز تعاطي الخمر في حالة المخمصة الحنفية الموجزون يقولون إلى أنها محرم والمحرم يجوز اقتحامه بالضرورة بدليل الآية وأما المانعين فإنهم يقولون إن الخمر لا تزيد صاحبها إلا عطشا فهي لم نجز اقتحامها في المحرم لا لأصلها وإنما لأنها لا تؤدي المحرم أجزنا في باب الضرورة لماذا؟ لإبقاء أو لأنه يدفع الضرورة أما شرب الخمر فهو تزيد عطشا وهذا مثل ما يقول بعض المحققين يرجع فيه إلى الخبرة هل هي تزيد؟ هل الكحول يزيد العطش؟ أو لا يزيد؟ لا لا نتكلم على العطش نتكلم على إيش؟ على العطش فهل تعاطي الخمر هنا يزيل العطش أو يزيله أو يزيد فيه؟ هذه لابد أن يسأل فيها يسأل فيها من طيب اقرأ الماذا قال؟ ولا شرب الخمر لمن عطش يباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها ولا ويباح ويجوز دفع الغصة بها الغصة وهي أن عيادا بالله قد لإنسان بعض المرات إذا أكل ومنتبه قد يتصل اللقمة بين المريء ومجرى الهواء ومجرى التنفس بحيث أنه لو لم يتدارك لاختنق وكيف يتدارك بأن يشرب حتى يدفع تلك اللقمة هنا كما يقول العلماء نتفق الفقهاء على أنه يجوز شرب الخمر لدفع الغصة فهذا ينبهنا على أن المالكية والحنابلة الذين حرموا تعاطيها في العطش لا لداتها لا لكونها محرمة وإنما لكونها لا تؤثر في المحرم واضح؟ فلهذا إذا كانت في باب الغصة جازة أن تتناول لأننا تحققنا بأنها هنا إيش؟ على أنها ضرورة وأنها تدفع إيش؟ تدفع المخمصة عن صاحبها واضح؟ انتهى؟ طيب وبهذا يكون المصنف قد أكمل قسم الاضطرار وبذلك نكون قد خرجنا من كتاب الأطعمة وننتقل إلى باب آخر الذي هو باب الأيمان والندور وفي هذا القدر كفاية وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد الله يبارك